دكتور يعني من خلال عملك وصلت إلى قناعة بوجود سجون سرية بالبلاد؟ يعني القناعة شيء والواقع شيء آخر يعني قد تكون الأحداث اللي مرد الطلبات اللي تصلنا فعليا الادعاءات بالاختفاء والاحتجاز والتغيب يعني هذا واقع حال موجود على نتعامل به ورقيا فعليا لكن على أرض الواقع لم نلمس أو نشهد فعليا وجود هكذا سجون سرية نعم قد تكون هناك مواقف احتجاز غير رسمية تابعة لمثلا لبعض القطاعات العسكرية اللي تتحرك غير ثابتة في مناطقها فعليا ممكن موجودة لكن فعليا يعني من الممكن الوصول إلى المعتقلين فيها من خلال من خلال أجهزة أو التعاون الوثيق بين المفوضية وجميع الأجزاء الأمنية نعم نشكل نشكل أنه لا زال العراق يخلو من قاعدة بيانات موحدة للمعتقلين وأيضا للمفقودين والمختفين فعليا وهذه إشكالية كبيرة لأن الطلب اللي يجينا بالدعاء أو الشكوى بالاحتجاز أو الاعتقال أو الحرمان من الحرية أو الاختطاف لشخص معين نحتاج إلى مقاطعة المعلومات مع جميع الأجزاء الأمنية والاستقباراتية والمعلومات هي في العراق وبالتالي كثير من المعلومات قد تكون متقاطعة أيضا بس هناك حقائق دكتور هناك حقائق وثائق تثبت أن بعض الذين غيبوا أخذوا من حواجز أمنية أثناء هربهم من داعش والإرهابي شون رأيك؟ يعني هاي موجودة على العلن هذه موجودة فعليا سواء كان بزيبز أو الرزازة أو الصقلاوية أو اليثرب أو العلم وغيرها الفرحاتية وغيرها موجودة فعليا لكن فعليا أين غيبوا؟ وبنهي القطعة الماسكة للأرض في تلك الفترة هذه المعلومة الغير واضحة فعليا دكتور أنس بدقيقة إذا سمحت لي اليوم الجفاف الشديد نهر ديالة وجود أكوام من هياكل عظمية ما جمث قوبة بطلق ناري كانت ترتد أيضا يعني مقيدة بقطع من الحديد الشيلمان وصلتكم هاي الأخبار؟ هذا الملف الرح يتحرك أيضا لو أيضا رح ننتظر وعود من الحكومة هذه تابعناها فعليا في موضوع ديالة خصوص ديالة كانت من المناطق الساخنة والمعروفة بالعنف الطائفي فعليا وبالتالي كثير من هذه الحالات موجودة نفس الشيء صار في 2019 تذكرين الجثث مجهولة الهوية والمقيدة التي وجدت في بابل هذه أيضا من الجرام التي فعليا تابعناها لكن كثير من التحقيقات لا زالت حجم السرية الملقاة عليها جدا كبير وفعليا نحتاج إلى جهود حكومي كبير حتى الكشف عن هذه الجرام فعليا المقبرة التي بالقرب من سيطرة الصقور في الرمادي هذه أيضا من المواضيع المهمة المقبرة الفيسحاقي في 2021 تقريبا تم تحديده فعليا هذه كلها يحتاج إلى جهد فعليا يعني نتمنى دكتور أنس يعني نتمنى يعني إن شاء الله إلنا لقاء إلنا لقاء ثاني بالنسبة للمقابر أيضا اللي راح تنفتحه أيضا وبالنسبة لأكبر السجون والرهائن بالنسبة لجرفة صخرة دكتور أنس العزاوي عضو المفاوضية العليا لحقوق الإنسان شكرا جزيلا إلك قبل ما أقول بأمان الله عندنا كلمة المجروحين بالفقدان يتعلقون بأمل يعني الغرقان يتعلق بقشة ويا رب يلقون ولدهم ويرتاحهم فوق القاع موجوها بأمان الله